مواطن اكس برضو نقلة ووقفة محطة مهمة بتفتح باب ليه؟ طرف ثالث طرف ثالث بس في النص ما بينهم بقى وانا بعمل المواطن اكس قامت الثورة اه تمام؟ يا احنا قربنا قوي كده بين 2011 قامت الثورة سعيتي صح وجيت سعيتي هكنت لسه مراتي مخلفة سلين فطبعا في بقى الحياة بتادت قدامي بشكل تاني في عيل وفي بامبرز بقى وفي زي ما ان الشباب بقى بتحسبها عاملة ازاي يعني انا قوليه واحد صاحبي كان مخلف توقم بيقولي انا كنت ببص كده على الواد عامل على روحه او ما قوليه لا او مش عامل حاجة عشان متغيروش بامبرز او مش تريش تاني اه يعني يبني اه بيقولي لا ده حاجة تانية خالص فزي الشباب كلها كان بتحسبها بطريقة تانية خالص جالي في النص بس عايتها مسلسل اسم روبي اي ده مسلسل كلموني من لبنان قالوه احنا عايزين اكون مسلسل اسم روبي بطولة سرين عبدالنور اي قلت له تمام قاليه معاك مكسيم خليل انتو شابين وهي بتحب حد وانت صاحبه بتحبها من وراه وتتجوزوا وقصة كده قالويني بعطلك الورق قلتولهم من غير ما تبعت ورق انا تمام انا معاكو قلت لابا عايز اشتغل عايز اعمل اي حاجة عادنا نصوف المسلسل ده مسلا حوالي سنة لانه كان تسعين حلقة وده كان اول مسلسل تسعين حلقة ده كان انتك جمال سنان افتخلوا صباح ده كان الله يرحمه اديب خير اه ده قبل بقى ما تخش اياه في المرحلة دي بس منجح جدا مسلسل ده كسر الدنيا ايو ده كسر الدنيا سيرين عبدالنور طلعت في صاروخ طبعا كسر الدنيا بس بعد ما عملت المسلسل ده انا طبعا انا بصورة مش فعرف انا بعمل ايه يعني بصورة مش حايفهم بيعملوا ايه ولا قريطه ولا بس بروح اقرب مشهد قبل المسلسل قبل يا حبيبي قادي مرحلة على فكل هاي تشتغل وخلاص بقى لم فلوس يعني لا بس الصراحة يا بار فكرتين بايوم وفقاد قابلتوا قابلتوا مرة كده قريب قريب مفيش من اسبوعين قلتول انت شغل ايه يا بايومي في رمضان السنة دي قال لي ده خالي مش شغال قلتول يعني ايه مش شغال قال لي مشكلة ان انا عملت مكتب قلتوله ايه المشكلة قال لي بقيت اقرأ قلتوله بعدين قال لي بعد ما يتقرأ بقيت ارفض قلتوله فقال لي ما باش يعجبني حاجة فماش تغلتش لا غالطان قلتوله ما تقراش بعد كده قال لي ما انا هقفل المكتب ده بايومي فؤاد ده لو عدى بودنه بموت لو فظيعة يعني في ترشوف خرشوف معنا في حرب كرموز برضو باينها لا 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 ده حاجة ما يجعش زيها بايومي فظيعة وبيعمل كل حاجة اه لا وعنده سنس كوميدي بتاعه الوحب جدا اه لا محبه اه فظيعة روبي جاب تمن البامبرز اه ده يعني بصي قضيت الحمد لله اتعشت يعني فلما جالك طرف تالت لقيت بقى لا بجد لقى طرف تالت بقى لا ده كان موضوع وعلى اقرأ وحسر من نفسي اه اختار ابتدي اختار اشوف انا بعمل ايه عملنا مستلسة محترم جدا صنو طرف تالت اخراج محمد كان ايه ميمي الرايق كان ميمي الرايق ده بصي شخصينا بحبها جدا واللي كان مسامي ميمي محمود عبد المغلي اه قال لي عارف هاد امير انت تسمع كيف المستلسة قال لي ميمي قلتوا ميمي طول ما يا عم تتلمى بقى ميمي ايه ببتاعي قال لي اسمع الكلام قلتوا لي عمي ميمي ات مين قال لي والله اسمع الكلام انا لايه واحد صاحبي اللي ود حملة وبلطي يوص ومبهد للدنيا واسبو ميمي قلتوا ميمي قال لي اقسم بالله تشوف بعد كده عامل ازاي لدرجة الناس بعد كده بتاد تكتب على الفيسبوك قال لك امير قرارة غير مفهوم الميمي عند الناس اه 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 كل ما جقولي لميمي شكله غريب وساعتها طولت حتى شعري اه ما كانش شعري اه انا شعري كان قصير بس انا كنت مركب بقى شعري ساعتها قلت اغير الشكل تماما اه قلت بقى فكر بقى اخترع بقى يعني وقتهد وذاك اه فاركبت ايه الشعر ده كله اه كان نازل لسه ساعتها الرنجات اه كل خصلة بتتركب برنجاها حديد في خصلة من شعري اه لحد ما كنتها قرعة اه اه مركب ربعمية وخمسين خصلة في شعري كلهم لا والله والله العظيم انهارسوا وكنت لسه بقى كمان ايه بقى في الروبي اه بقى تصور اه في طرف تالت ارجع افكر ربعمية وخمسين بتاعه عشان اصور من غير شعري وارجع اركب تاني شعري اتنحل بقى ساعتها يا نهار ده انا لو في بنسة اصلا لسه فاكرة ان انا بالبس باروكة من اول البرنامج ده وطوله انه عايز اعمل لهم كده واعمل لهم كده لو بنسة مسكة هنا كده انا عندي بقى ربعمية وخمسين حديدة في دماغي يا خرابي كنت عايز اقولك بنام زال حسنة يعني يعني انام على وشي بقى كده في وش بالمخدش الحديد ده ماجيش في دماغي يا ما الستاتت يفهموا اللي انت بقوله ده جدا هم اللي حسين بس وبعد ده رفتالت الحمد لله ربنا كرام عملنا شغلة حلو قوي من رأي اكتر مشهد بحبه كان مع حبيبتي بقى دين الشربيني ده من احلى المشاهد زي طبعا مشاهد انا ومغني ومشاهد انا وعمر طبعا كانت ملاحم يعني بس كنت بحب مثلا المشهد اللي كنا يعني ربنا اديله الصحة عمر يوسف كنا بندفن مفروض يعني دور عمر في الشخصية اللي في المسلسل انا ومحمود عبد المغني وشايلين الناعش ودخلين اللي قفلت المسلسل ده طبعا قلب الدول ده انا قد هدلت